أهلاً بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي في موضوع شفاء العالم قال قداسة البابا فرانسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتواجدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان لننظر إلى المسيح بشجاعة ونتأمل حياته ونعمل معاني من أجل ملكوته الذي بدأه في هذا العالم عندما عاش بيننا إنه ملكوت النوري وسط الظلام ومضى قداسته قائلاً نحن مدعوون لبناء مجتمع ونظام مبنياً على المساهمة والمشاركة والتوزيع العادل بين الناس وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست الباب البركة الرسلية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثاً وللمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالطقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لكداست البابا فرانسيس تأمل كداست البابا اليوم في تحضير المستقبل معاً ليسوع الذي يخلص ويشفي وذلك في إطار تعليمه في موضوع شفاء العالم قال كداسته تأملنا في الأسبوع الماضية في بعض مبادئ تعليم الكنيسة الاجتماعي وفضيلة الإيمان والرجاء والمحبة من أجل الخروج من الجائحة وإنشاء عالم جديد أفضل وقال كداسته أرجو أن لا تنتهي هذه المسيرة مع هذه التعليم بل تستمر ونواصل السير معاً محضقين إلى يسوع الذي يريد أن يخلص العالم ويشفيه والذي يمنحنا النعم حتى نشفي العالم ونعتني بالجميع لذلك من الضروري أيضاً أن نتأمل في جمالي وقيمة كل إنسان وكل مخلوق لأنه ثمرة فكر الله ومن الضروري أن نكون قريبين من إخوتنا الفقراء والمتعلمين هكذا سنكون قادرين أن نساهم في شفاء المجتمع وتجديده من الظلم وعدم المساواة والتظاهر البيئي فيه نحن مدعونا أن نحقق ملكوت الله على الأرض أي بناء مجتمع ونظام اجتماعي يقوم على المساهمة والمشاركة والتوزيع العادل وإلى إيجاد علاج ليس فقط لفيروس الكورونا بل وأيضاً للفيروسات البشرية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة فنبتعد عن اللامبالات والاستغلال والمصالح الخاصة ونشجع المشاركة والعناية والكرم واحترام الجميع في مجتمع متنوع والآن تحييتو الباب باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية نحن مدعونا نحن مدعونا نحن نبعونا نحن نبعاً نعیشوا بلغة الإطالية واسو ملحتي ع library او الخgicلاب او خحمة ع توانغ وانة وتمتح Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Il Signore vi benedica tutti e vi benedica tutti e vi benedica tutti e vi benedica tutti.